السدارة بـ 21 نقطة في المركز الأول من 10 مباريات أطليتيكو مادريد أصبح ثانياً إذن تعودنا الريال في المركز الثاني أو في المركز الأول وهو أطليتيكو الآن يستطيع من هذا المركز إسبانيول المفاجأة في المركز الثالث بـ 18 بـ 17 أرابس الذي في حال فوزه سيكون هو صاحب المركز الثاني بـ 20 نقطة بـ 16 نقطة إشبالية بلد وليد ليفانتي بـ 15 خطافي ريال مادريد يبقى في المركز التاسع حالي المرة بـ 13 جيرونا ريال سوسياد بـ 13 نقطة مع ريال بيتيس وبـ 11 نقطة كل من بارانسيا وإبار بـ 10 لقات أطليتيك بلباو والهدفور كريستان السيواني يبقى في المركز الأول بـ 8 ياغو أسلاس الذي أيضاً سبب المركز الثاني يونال ميسي الذي لم يشارك بـ 7 وينضم إليه لويس وارس بـ 7 أيضاً وأوندري سيلبا البرتغاني إذن نعود إلى أجواء المبارات مع الكابتن عدنا كابتن نتيجة ثقيلة غير متوقعة هل تتوقع بأن هذه النتيجة ستعجل أولاً بمغادرة المدرل الروبيتيكي أو إقالته قبل الوصول إلى بادريد نعم نتيجة ثقيلة نتيجة غير متوقعة حقيقة رغم ريال مادريد حاول أن يعد في الشهو الثاني بعد التغيير وعد وكان يعدد نتيجة نعم هو سحب باران لعب فاسكيس لعب ثلاثة خمسة ثمين صحيح لعب كاسميرو وراموس وناتشو ولعب على أطراف مارسلو وفاسكيس والفريق حقيقة أدى عشرين أو خمسة عشرين دقيقة على أفضل كان قريب تعديل النتيجة نعم سجل أضع عدة فرص كان ممكن مبارات تأخذ مجرأ آخر لكن لكن الفريق ترجمة نانسي قنقر